اشتركوا في القناة من نسل آل ثاني من صلب سمسار بسوق وفق الفتاوي تغدو الأمير على البشر في دولة قطر لا يخف على أحد أن نظام تميم ينتهج سياسة نشر الفوضى وتمويل الإرهاب الذي سهم في تدمير العديد من الدول وأوجد فيها صراعات في اليمن ليبيا البحرين سوريا وإلى دول أخرى يستمر مصر وقفت كحائط سد أمام هذه الأجندات الهدامة التي ينفذها عناصر الإخوان الإرهابية ومن خلفها نظام تميم بل ودحرت إرهابهم وسط إشادات دولية بما حققته مصر في ذلك الإطار بخلاف الدور الذي لعبته مصر في إرساء الاستقرار في العديد من دول المنطقة ودول القارة كل هذا دفع النظام القطري للمزيد من الحقد على مصر والذي يظهر جليا من خلال الأبواق الإعلامية القطرية التي تبث سمومها تجاه مصر المزيد حول دور النظام القطري في دعم الإرهاب وعناصر الإرهاب وكيف يمكن أن يتم تعاطي مع ذلك والدور الذي لعبته مصر أيضا في الوقوف أمام هذه الأجندات الملوثة وغيرها من النقاط نتناولها مع ضيفنا عبر الاتصال الهتفي اللواء الدكتور محمد زاكي الألف المستشرو بأكاديمية ناصر العسكرية العليا أهلا بك دكتور ورحب بك وأبدأ معك بالتربص بمصر عبر طرق مختلفة والنتيجة هو هدم الأمن والاستقرار في الداخل الذي تقف مصر أمامه في معركة كبيرة مع الإرهاب في حياة مصر بطاقة فعلا زي ما حضرتك تفضلته وتخوض حتى الآن ومستمرة في معركة كبيرة ضد الإرهاب إن شاء الله في النهاية يكون الناصر لمصر والقضاء على هذه الجماعات الإرهابية والتي عاصى الجماعة الإرهابية ما يطلق عليها الإخوان الإرهابية والتعاملين لها وخاصة الدولة قطر التي تدعم وتمول هذا الإرهاب البغيب تمويلا ليس في الداخل فقط أو على مستوى الجوار أو على مستوى الإقليم العربي فقط لكن بيتخطى ذلك إلى أوروبا وإلى معظم دول العالم من استراليا وحتى أمريكا الشمالية والجنوبية من خلال العديد من المنظمات والجماعات والمجموعات والمراكز البحثية التي تمولها وتديرها واللصي والتي أسأل عددها تقريبا إلى حوالي 1800 منظمة ومركز بحثي لتمولوا هذه الدولة أو الدولة القطرية بالذات ولنا في ذلك أمثلة متعددة منها تمويل عدد من المنظمات الحقوقية ضمن هذه المنظمات والمراكز البحثية والتي في معظمها تتبع جماعة الإخوان الإرهابية بالإضافة إلى العديد من المنظمات الإرهابية الأخرى في عدد من العواصم العربية والأوروبية والدول وباقي دول العالم وفي الشرق الأوسط بالذات مستغلة المناخ المفتوحة والحر للمجتمع المدني أو الظروف التي تمر بها بعض دول المنطقة وما أطلق عليه ثورات عربية العربية فسيل الأموال هو أحد المصادر الرئيسية عبر الجمعيات الخارجية التي تضخ إليها الأموال عن طريق التبرعات تهديد الأمن القومي للشعوب من خلال تمرير أجندات سياسية وتضليل الرأي العام وتوجيه في اتجاهات خاصة بتنفذ بها أجندات وسياسات خاصة بدولة قطر ومن يحركونها ومن يقفون مرأوها المقاطعة العربية للدوحة والتي كشفت الدور القطري الذي كان موجودا خلال الفترة الماضية وهذه المقاطعة والتي تقودها المصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين إنما تقف أمام هذا الدعم الرئيب لهذه الجماعات العربية وهذه الأجندات وهذه السياسات رغم وقوف بعض الدول التي تقف وراء قطر لتنفيذ هذه الأجندات دعم وتأسيس منظمات دينية في المدن الأوروبية وده موجود ومنهم حتى معاهد لتخريج أئمة لبعض المساجد ينشرون بعض الأفقار وخاصة لزعماء الجماعة العربية ومنهم القرضان الهتماد على التواجه في صفحه في الجماعير والاستفادة منها كدراع جماعي لتوجيه الرأي العام في اتجاه ما تريده هذه الدولة في هذا الاتجاه برضو لتنفيذ هذه الأجندات واكتساب دعم جماعي لا وده كان واضح جدا يمكن في العمليات الأخيرة اللي كانت موجودة في دول الجوار وخاصة السودان ولازالت مستمرة وموجودة في ليبيا ودعمها لبعض هذه الجماعة إذكاء العنف الدين ودعم التيارات المتغرفة ودعمها ماليا وده هدف رئيسي لا بتبغي من وراء أن التواجد في المنطقة وبس هذه السياسات وتثبيت أقدام هذا التنظيم الإرهابي في المنطقة العربية ولنا مثال واضح الآن بما يوجد في الانتخابات التونسية والدعم الإعلامي الذي تقدمه هذه المحطات والإزاعات المدعومة وسائل الإعلام المختلفة من دول القطر تدخل على السافر ليس فقط في الدول العربية والواضح في جميع الدول ما أطلق عليها عربية العربي بدءا من الصومال والعندنا برضو في أوروبا وفضيحة قطر ويكليكس قطريكس قطريكس قطري بيليكس من خلال الصاروخ القطري اللي تم ضبطه في إيطاليا والذي كان سيستخدم لاختيال وزير أحد وزراء إيطاليا وسائل برضو في سويسرا وزهرت في برلمان في برلمان من نمسا الذي كشفها دعم القطر للأنشطة الإخوانية وتنظيمات رحلية في أوروبا طبعا نتدخل في ليبيا تكلمنا فيه وصول عدد من المنظمات الرقم اللي قلته في الأول 1800 وده رقم نسا وكله بيستخدم للتحريض في الأساس ضد العرب الاستفادة برضو من المئات المرتزقة اللي بتخدمهم في تجميل صورتها ومراكزها المجبوعة ودي بتموله بحوالي 85 مليون يورو كل هذه البيانات اللي أنا قلتها دي بيانات موثقة ومعروفة ومنشورة وأمام العالم كله بالكامل بالإضافة طبعا اللي أنا تكلمت على سويسرا كده على السريق إنشاء مدحف أو ضم كتب دينية لرموز الجماعات الإرعبية زي البنة وسيط والقرضاء وتخطيط وتنفيذ حملات ممع المعاجة ضد مصر والدعمين للدولة المصرية في أوروبا بتقديم دعاوة قضائية وتحركها ضد بعض الرموز المصرية التي تعمل وتظهر الحقائق منهم على سبيل المثال الدكتور عبدالله 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 طبعا دي كلها وسائل بتستخدم هذه الدولة التي تدعم هذا الإرهاب وتوجه كل ما هو موجود ضد أعمال التنمية وأعمال الحقيقية وما تقوم بها الشعوب من أعمال أو من استعادة أو من نشط الديمقراطية بمعرفتها بحيث أنها تتحاول تتدخل لتوروبية هذه الشعوب وهذه الإرادات يتجاه ما تريد هذه الدولة دكتور محمد على ماذا إذن تعول قطر خاصة بعد المقاطعة العربية وخاصة أيضا بعد اتهام قطر بدعمها وإيوائها لعناصر إرهابية مطلوبة للقضاء والقانون في بلدانهم منهم بالتأكيد ويتقدمهم مصر وأيضا إيجاد الحياة الآمنة لهم يعني هو ده هدف رئيسي لها أنها تستفيد أو تبقى لها شك أو لها كيان في المنطقة ولكنها لم تنجح حتى الآن في تحقيق ذلك رغم ما توجده وما تصرفك وما تأويه من رؤوس الفساد ورؤوس الإرهاب الموجودة سواء كان عن مستوى الإقليم أو عن مستوى التو في قلب هذه الدولة وتحاول أن توجد أماكن أخرى لإيواء أولاء الآربين وأولاء الكرين ولنا في الألاقات الأخيرة وما ظهر من خلال زيارة سيد الرئيس بالكويت وما أعلن عنه وأعرب عنه الإعلام الكويتي أن ما تم تبادلهم من معلومات محمص والاستفادة منها وتسليم أزيح أولاء الآربين والفرين أنهم كانوا سينشئون خلايا في داخل هذه في داخل دولة الترويدي الشقيقة ممكن أن تؤثر على الأمن والاستقرار ديه هذا هو هدفهم الأساسي وأنا من وجهة نظر شاكل أنهم هذا ليس هدف لهم فقط ولكن هناك آخرون يقفون خلفهم وهم ينفذون أجندات لهم وهم يمتلكون من الإمكانيات المادية ما يمكنهم أن يضعفروها بهذا الاتجاه بدلا من أن يفيدوا بها أمتهم العربية وأمتهم الإسلامية كما يبدعون وكما يطورون خلف عبائد المجينة شكرا لك لواء دكتور محمد زاكي لألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العولية شكرا جزيلا لك